شؤون سيد أحمد الكليب وكان استجواب مفاجئ وانتهى بأول حل دستوري للبرلمان الكويتي ما الذي يذكره دكتور عادل الصبيح مع ابتسامتك هذه يبدو أن هناك أشياء نبدو أن نطلع على الحين من الصندوق الأسود ما الذي تذكره من الاستجواب؟ النائب عباس الأخضاري يتردد عليه في المكتب كثيراً في الوزارة يعني محاولات خدمات مثل العادة وكان الاستجواب موضوعه الأخطاء في طبع القرآن الكريم طبعاً لما تأخذ الموضوع بشكل معزول عن كل المؤثرات السياسية وفي الحقيقة الموضوع لا يستحق يعني الأخطاء المطبعية تحصل في كثير من الأحيان وممكن معالجتها يعني ولا تستحق حتى أن تسائل يعني وكيل وزارة حتى وكيل مساعد فأحد جياته قلت له أنا بس إليك يمكن هو يسمعني الآن قلت له أنت شكوي القرآن شكوي يعني يعني شنو اللي جاب اهتمامك في موضوع أخطاء في الطباعة القرآن الكريم فقال لي بصريح العبارة ربما هذا يعني صندوق أسود قال لي بصريح العبارة قال أنا خلال السنوات اللي فات انقطعت عن الناخبين واحد وقلت يعني فرصتي أني أسوي استجواب قوي وأكون أول شيعي يستجوب وزير حسب كلامه أنا ما أدري إذا في قبل شيعي استجوب وزير يقول أنا أريد أن أقول هذا نص كلام نص كلامه أريد أول شيعي يستجوب وزير وأسجل موقف لأني أشعر أن مقبلين على انتخابات وأنا ما عندي فقط في القاعدة فكان هذا كلامه بشكل واضح يعني واليوم يسمعني ويستطيع أن يجاوب على هذه فكان هذا هو كلامه وتم يتردد علي فمن ضمن الكلمات المزاحة اللي كنت أقولها معاه أن الله سبحانه وتعالى يصلط على كل آفة آفة فلما حل المجلس وصارت وترشح المرشحين السيد حسين القلاف انتقل لرغميثية ودخل عليه قال يا أبو صبيح الآفة اللي قلت اللي بيصلط عليه الله صلطها عليه اللي هو حسين سيد حسين القلاف وكانت النتيجة أن نابع الضعس الأخضاري ما نجح في الانتخابات ديش